السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد أرحب بكم طلاب وطالبات الصفة الثالث في التعليم المستمر في درسنا اليوم عن أسلوب الشرط كنا بالأمس قد أو في الحصة السابقة قد شرحنا الأسلوب الأول وهو أسلوب المدح والذن اليوم معنا الأسلوب الثاني وهو أسلوب الشرط أريد من الجميع الاستعداد بالكتاب والقلم والتعرف الآن على الكفاية المستهدفة في درسنا اليوم بإذن الله التعرف على أسلوب الشرط واستعماله إذن سوف نتعرف على أسلوب الشرط وطريقة استعماله نبدأ بارك الله فيكم في ثانيا أسلوب الشرط إذن هذا الأسلوب الثاني معنا أقرأ الجملة الآتية وألاحظ الكلمات الملونة لأتعرف إلى أسلوب الشرط الآن سوف نقرأ هذه الجملة لكي تضح معنا أسلوب الشرط وألاحظ الكلمات الملونة وأركز عليها أولا في المجموعة الأولى الشرط بالأداة إن الجملة الأولى إن تهمل تنظيف أسنانك ينخرها السوس ثانيا إن تستمع إلى نصائح الطبيب تحفظ صحتك ثالثا إن تمارس الرياضة تنشط أبدانكم الشرط بالأداة من؟ المجموعة الثانية من يأكل طعاما طازجا يتمتع بصحة جيدة من يحسن إلى الناس يستعبد قلوبهم من يمارس رياضة ينشط بدنه هذه الجمل للمجموعة الأولى الشرط بالأداة إن والمجموعة الثانية الشرط بالأداة من؟ أنتقلوا إياكم إلى توضيح مفهوم الشرط الشرط هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة بواسطة أداة ملفوظة إذن هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر لدينا أمر إن تذاكر أحسنتم تنجح إن تشتهد تنجح بهذه الطريقة إذن وقوع هو ترتيب وقوع أمر يعني يترتب النجاح على المذاكرة بهذه الطريقة نفسرها كي تصل لكم المعلومة هو ترتيب وقوع أمر على وقوع أمر آخر بواسطة أداة ملفوظة هذه الأداة تأتي في بداية الجملة لدينا اليوم الشرط بالأداة إن ومن أطبق الآن أختار من الشكل التكملة المناسبة للجمل الآتية بحيث أكون أساليب شرطية لدينا مجموعة من الجمل في الجهة الأولى ونختار ما يناسبها من جمل في المجموعة التي على اليسار إن تتناول وجبتك وجباتك بانتظام نبحث هنا عن الإجابة أو الجملة التي يتحقق فيها الشرط إن تتناول وجباتك بانتظام نبحث عن الإجابة ترح معيدتك ترح معيدتك أيضا إن تقرأ في النور الضعيف إن تقرأ في النور الضعيف تتعب عيناك أيضا ينل ثواب الله إذن من يزور مريضا ينل ثواب الله سبحانه وتعالى أيضا من يستجيب لنصح الطبيب من يستجيب لنصح الطبيب يشفى بإذن الله يشفى بإذن الله أخيرا إن تحافظ على صحتك تسلم من المرض نلاحظ أن هناك ارتباط بين الجمل نأخذ توضيح في الجملة الأولى إن تتناول وجباتك بانتظام إذن تناول وجباتك بانتظام ما النتيجة؟ أحسنتم ترتاح المعيدة إذن إن تتناول وجباتك بانتظام ترح معيدتك بهذه الطريقة يكون أحسنتم يكون جملة الشرط وأداة الشرط ولاحظ أنه يكون لدي فعل في البداية وفعل في الجملة المتممة للشرط أربط بين كل جملتين متقابلتين بإحدى أدات الشرط إن ومن لدينا جمل هنا في كل مجموعة جملتين أريد أن أربط بينهما ولكن أغير ما يلزم في المثال الأول سوف أقوم بتطبيقه وأترك لكم فرصة للتطبيق في الجملة الثانية والثالثة أقرأ عليكم الجملة الأولى ينتشر الوعي الصحي يرتفع مستوى الصحة كيف نستطيع أن نربط بين الجملتين باستخدام أدات الشرط إن ينتشر الوعي الصحي يرتفع مستوى الصحة بهذه الطريقة أريد منكم الآن إيقاف المقطع والإجابة على الجملة الثانية والجملة الثالثة ثم نعود وننظر إلى الإجابة سويا نكتفي بهذا القدر من الوقت أيها الأخوان وننظر إلى الإجابة يهمل العلاج يتأخر شفاءه من يهمل العلاج يتأخر شفاءه الجملة التي تليها يربط حزام الأمان يحد من أثر الحوادث من يربط حزام الأمان يحد من أثر الحوادث بهذه الطريقة بإمكانكم إيقاف المقطع وتدوين الإجابات ثم إكمال المقطع إذن ننتقل إلى التطبيق الذي يليه أكتب في فراغ الجمالي على آتية التكملة المناسبة على غرار ما تعلمت إن تتعلم في الصغر فراغ في الكبر ما الكلمة المناسبة التي أضعها في هذا الفراغ إن تتعلم في الصغر تفلح في الكبر بهذه الطريقة آتي بكلمة هذه الكلمة تكون من الأفعال فعل و يستطيع هذه الكلمة من صفاتها أنها تربط بين الجملة الثانية ومع الجملة الأولى أنتقل إلى الجملة الثانية إن فراغ في نياتك يبارك الله في عملك أحسنتم إن تحسن في نياتك إلى آخر الجملة يبارك الله في عملك الجملة التي تليها إن فراغ وجبة الإفطار فراغ أبدانكم أكمل أو أضع الكلمات المناسبة إن تتناول وجبة الإفطار تستصح أبدانكم من يتعلم أسس الإسعافات الأولية فراغ لنفسه يتعلم لنفسه أخيرا من فراغ الإنسان الكريم فراغ بصحبته إذن من يصاحب الإنسان الكريم يسعد بصحبته بإمكانكم كتابة أمثلة خارج الكتاب للتعود وزيادة المحصول اللغوي لديكم بالاستعانة بهذه التطبيقات أو البحث من خلال النص كتاب يتحدث أحول عبارتين آتيتين إلى أسلوب شرط باستخدام إحدى الآداتين من إن الاستبداد بالرأي يسبب الندم معلومة الاستبداد بالرأي يسبب الندم أحولها بحيث تكون بحيث تخضع لأسلوب الشرط وأنه غير ما يلزم فأقول من يستبد بالرأي يندم نلاحظ أن هناك تغير في الجملة إذن غيرت ما يلزم الشعور بالألم يتطلب تناول الدواء إذن أحولها إلى جملة يكون فيها أداة شرط سوف أستخدم إن إن تشعر بالألم تناول الدواء إن تشعر بالألم تناول الدواء أيضاً بهذه الطريقة نلاحظ أن هناك فرق بين الجملة الثانية والجملة الأساسية بارك الله فيكم إلى هنا مع هذا التطبيق أنهينا درسنا اليوم حول أسلوب الشرط إلى أن نلتقي في درساً قادم بإذن الله سبحانه وتعالى أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته